مسلسل استيلتو تسريبات الحلقات اعرفوا الحلقات قابلة عرضها خالد بيروح علشان خاطر يزور قلمة بتقدم له القهوة وبتبقى في حالة نفسية وحشة جدا في حين ان فالك قعدة مع جويل كانت نعاها واحدة بتزبط لها دوافرها بتتكلم مع جويل في موضوع حفلة مبارح وقت دي كانت ناكحة جدا وكمان قدروا ان هما يلموا تبرعات كتيرة هيقدروا منخلالها ان هما يدفعوا للناس المحتاجين حاجات المدرسة يعني وطبعا جويل بتقول شفتي قلمة بتتكلم ازاي في الحفلة مبارح يعني بتدافع كده عن نيلة وازاي ما وقفناش جنبها قالت لها عادي قالبها طيب عايزان نروع في جنب نيلة مش اكتر يعني قالت لها انت مش منحظة ان انت بتدفع لها بقلك فترة دي عن اللزوم قالت لها عادي مانا لازم اعمل كده يعني في اخر ايامها بقى لازم قبل ما قتلها قالت لها ايه البنت اللي كانت بتعمل دوافرها لحظت الكلام ده وتخضت طبعا لكن فلك دحكت واخدت الموضوع بهزار وان هي بتهزر يعني مش اكتر وقالت لجويل انت اخدتها جد بيتكلم شوية بيهزره قبل ما تيجي نيلة علشان عارفيني ان النايلة دايما هيبقى دماء تقيل وعندها اكتئاب وكلام من ده عشان خاطر الموضوع اللي حصل لها بعد فترة بتيجي نيلة وبتتكلم معاهم وانها خايفة علشان خاطر ممكن يكونوا بيتواصلوا لسه مع ميرا لكن قلتها تطمني احنا اول ما سمعنا حاجة زي كده قطعنا علاقتنا بها طبعا لو اي بيروها عندي ميرا وبتقولوا ان فيه خبر كويس ان هي تعرفت عدالية بنته لكن بيقولها ما كانتش مفروض تعملي حاجة زي كده ازاي اصلا حصل قالت عادي يعني كنت بقى جيب اغراضي من السيارة وبعد كده شفتها ساعدتني وتعرفت عليها وبقى لأصحاب عادي عشان تبقى عارفاني بعد كده لكن الغرض من ميرا وتصرفها ده ان هي تشد البنت عندها وتحبها وتبدأ بعد كده يعني بعد ما تقرب من البنت البنت طبعا اكيد هتعرفها على ابوها بيبقى الموضاجة كده عشان لو امها كدبت عليها وقالت ان احنا نعرف بعض من زمان يبقى الكلام ده كله كده قارت له كمان ان هي عندها واحد حكر تعرفه ممكن يهكر الجهاز ويسحب منه كل الصور اللي موجودة عند نيلة وبكده ما يبقاش عندها اي دليل انها ترفع قضية ضدك والبنت طبعا اكيد هتروح معانا وحتبقى صفنا احنا ومش هتصدق امها كريم موجودة عند القضط بتاعة ألمة على امل يشوفها كالعادة لكنها بتحاول تفوت المعاد وما تروحش علشان تقابله فلك على الفطار مع جوزها وبنتها كالعادة مشغولة بالتليفونات والبنت بتاخد تليفون باباها وبتشغل اغنية وبترقص عليها وبتبقى سعيدة جدا كريم طبعا حنين جدا معاها لكن كريم كان سرحان في ألمة وفي يوم الحفلة بالنسبة له اي بيروحوا قدام المدرسة علشان خاطر يشوف اولاده بيقول ان هو اشتقلهم جدا وبياخدهم معاه العربية علشان يروحوا اي مكان يعود فيه ميرا بتقول ان هي مش بتاكل دلوقتي واني صابان عليها باباها اكيد طبعا مش بياكل حاجة لانه قاعد لوحده بعد كده بتيجي ميرا على اساس ان هي يعني صدفة وبتسلم على ليا وبتقول لها ان هي كانت معدية من هنا وشافتها وبتبدأ ان هي تعرفها على باباها يعني على اساس ان هي ما تعرفوش وبتقعد عشان تاكل معاهم ليا بتبقى متحمسة جدا للدروس اللي هتاخدها من ميرا وانها هترجع تاني تتدرب ليا بتحس ان ميرا مقربة جدا من لو اي علشان كده بتحس ان فيه حاجة مش طبيعية وبتقول لهم ممكن اتصور معاكم وفعلا بتصورهم صورة سوا بعد كده بتستأذن هي واخوها علشان خاطر يمشوا وبتسيب لقاي مع ميرا ميرا ورقاي فرحانين جدا ان الموضوع كان بسيط وان البنت شافتهم لايقين على بعض علشان كده اخدت لهم صورة وطبعا بيقول ان هي زاجية جدا وان الفكرة كانت فعلا كويسة ميرا بتروح البيت وبتقول لاخوها هيطلع علشان خاطر يحل الوظائف بتاعته بعد كده بتروح لامها وبتقول لها انت ليه ما قلت ليش اني بابا على علاقة بالاسمها ميرا دي ليه ما قلت ليش حاجة زي كده ليه خبتي علي انا كنت يعني معاكي جمدة جدا قلت لت ازعع فيك وقولي الكلام تافه يعني هو اللي خانك وهو اللي عايز ينفصل مش انتي ليه ما قلت ليش قارت لها ما كنتش عايزاكي تغضب من ابوكي ولا تكرهي ليه بتقول لي امها انهما كانوا عايزين يخدعوها وان اللي اسمها ميرا دي كانت جاية لشان خاطر يعني تمثل عليها وفاكرا ان الموضوع هيبقى بالسهولة دي وان هي ممكن ان هي تفرح مع بابا لكن انا معاكي والتقدت ليهم صورة وكل حيتحاسب وانا بنتك وفي ظهرك وما تلاقيش من حاجة جوالي وفالك بيتكلموا عن علاقة ميرا ولقاي ان هما خلاص بدأوا دلوقتي يخرجوا سوا عادي جدا ولا كأن في حاجة فالك بتقول ان لقاي خليها تسيب المدرسة بتاعتها واللي هي مش قادرة تتواطن مع المدربة الجديدة دي ابدا علشان كده لما الموضوع يهدى حتنادي ميرا وتخليها ترجع تاني تدربها جوالي بتشوف سمات كده بتاع الحديقة وبتقولها انت جايبها ده عشان انت تبعا بتهتمي بالحديقة قالت لا لا ده مش ليا ده القلمة قالت لا بتهتمي بيها اول فترة دي قالت لها ايوان ده زهرة وانا ان شاء الله هاروح واديها لها لكن طبعا جوالي كانت متغزة جدا من تقرب فلك وزيادة علاقتها بألمة فلك بتتصل بألمة وبتسألها اذا كانت في البيت علشان تجيب لها السماد العضوي لكن بتقول لها لأ فلك بتقول لألمة تعالي قالت لا مش هينفعل قالت لا لا لازم تيجي وبالفعل قبلت انها تيجي ألمة بتروح وبتسمع صوت كريم بيطلب من الخدامة ان هي تجيب له ملفات معينة وبعد كده جوالي بتيجي تقول لها المفروض ان انت تغذي اجازة شوية من الشغل مش علاقة الشغل لكنها بتقول ان هي بتحب شغلها قالت لا لازم تكون اجتماعية وتتعرفي على الناس مش كيفانك وحيدة يعني لحد العمري ده قالت لا انا كويسة جدا بخير ما تلاقيش عليا فلك بتدي لألمة السماد وبتقول لها ان هو هيبقى كويس جدا للأظهار بتاعتك وبيعتني بالأظهار كويس ألمة بتاخد الحاجة وبتمشي ألمة بتروح على العيادة وهناك السكرتير بيقول لها مدام فلك قريتلك هي ليه مش عايزة تستمر في العلاج لكن ردت وقالت هي فعلا قالت كده قال ايوة قالت ان هي خلاص هتوقف العلاج المدرس اللي تقريبا معجب بجويل بيقابلها وبيقولها ان هو مبارح اللي اشار دلوقتي بيدي لها الكتاب عشان تقراه مثلت ان الموضوع عاجبها جدا وانها هتقراه طبعا فقارب وقت لكن لما البنات احتاجوا حاجة عشان يحطوها تحت الترابيز عشان تتضبطها حاطت الكتاب بتاعه فلك بتروح وهي متوترة جدا وعصبية على الجمعية وبتحكي للبنات عن قلبة أدولها مالها فيها حاجة ردت وقالت انا اللي فيها حاجة ادتني علاج غلط تصوروا روحت عشان خاطر اتعالجها عندها وادتني جرعة زيادة وانا خايفة جدا يحصل لي حاجة وانا كنت بقولك عنها ان هي الطبيبة شطرة يعني ارواحكو دلوقتي المفروض في ايديها خدوا بالكو بتحاول فلك ان هي تسوق صمعة ألمة وان المفروض ان هما يقفلوا العيادة دي علشان فيه ارواح ناس كتير بين ايديها ممكن ان هي تقتلههم وطبعا الكل بيوافق على الاقتراح ده كريم بيروح لألمة بيقول لها ان هي احملت الفترة دي علشان يعني بكونها دكتورة بيحزر معاها وبعد كده جاب لها فطار وبيخرجوا يتمشوا بيفطروا مع بعض وقالت ان الليلة اللي فاتت دي كانت صعبة عليها جدا وانها بلغت كتير ألمة بعد كده بتروح تشتري سمك وبتبقى فرحانة بهم جدا خالت بيقول لها يلا بدنا نفطر قالت له انا مفطرت اكلت فعلا خالت بيقول لها انت شاكلك فعلا ما اكلتش لوحدك عينك بتلمع في حاجة؟ اكيد انت فرحانة دلوقتي وزارة الصحة بيروحوا علشان خاطر في بلاغ جه لألمة وطبعا السكريتر بيفتحوا بيبقى مغضوط جدا من اللي بيحصل ده ألمة رغم انها كانت سعيدة جدا لكنها لما بتوصل قدام العيادة بتلاقي عربيات، بوليس، حاجات زي كده وطبعا بتستغرب جدا وبتطلع علشان تشوف ايه الحكاية دي واضح كده ان فلك هتنجح في خطتها ألمة بتطلع وبيقول لها ان في بلاغات تقدمت ضدها ان هي بتخاطر بصحة الناس وان هي بتديهم قدوية غلط ولازم تسيب المكان دلوقتي وحيتم التحقيق معاها وممنوع ان هي يعني تكشف على اي حد وطبعا بتروح تلم حاجتها وهي متضايقة وزعلانة جدا اتوقفت العيادة بتاعت ألمة لحين التحقيق وبتمشي ألمة وهي حزينة جدا وبتاخد معاها الورد اللي كان جايبه لها كريم ودي كانت التسريبات ويارب الفيديو يكون عجبكو وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد باي باي